واحد سألني قال لي هو الزمالك بيتخانق على فتح القيد ليه؟ هو الزمالك فيه لعيبة تبعت؟ ولا فيه حد اشترى لعيبة؟ يعني انتم اشتريته لعيبة فاعزين تأيدوها؟ ايه؟ ايوه الزمالك فيه اربع لعيبة خلصهم خلاص وفيهم اتنين لعيبة اجانب جامدين منهم مهاجم وسردباك مهاجم وسردباك اجنبي لعيبة كويسين وقدرت الزمالك شغالة وفيه اربع خمس لعيبة الزمالك تقريبا بيخلصهم وفيه عدد كبير من اللعيبة طالع من نادي الزمالك عشان دي بقى الامور بس ايه؟ تكون واضحة خلاص